يخضع قطاع غزة منذ التاسع من أكتوبر إلى حصار مطبق من إسرائيل التي حرمته من إمدادات الماء والكهرباء والوقود الأمر الذي حول الوضع في أكثر المناطق كثافة سكانية إلى وضع مزر وكارثية فكيف تبدو صورة الوضع الإنساني في غزة بعد سبعة وثلاثين يوما من الحرب والحصار منذ بدء الحرب بين إسرائيل والفصائل لم يسمح إلا بدخول قدر ضئيل فقط من المساعدات الإنسانية والتي لا تكفي حاجات سكان القطاع فوفق إحصاقيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لم يدخل سوى ما يزيد قليلا عن ألف شاحنة مساعدات إلى القطاع منذ استئناف عمليات التسليم المحدودة في الواحد والعشرين من أكتوبر إلا أن هذه المساعدات وفق مسؤولا في وكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا لن تتمكن الوكالة من استقبالها بسبب نفاذ الوقود من شاحناتها كما أن معاناة سكان القطاع وفق منظمات إنسانية لا تقتصر على ذلك فقط فنقص الماء والغذاء وتوقف العديد من المخابز عن العمل ينذر بكارثة إنسانية أخرى وفي الثالث عشر من أكتوبر الماضي توقفت محطتان لتوزيع المياه في جنوب غزة عن العمل بسبب نقص الوقود مما أدى إلى حرمان 200 ألف من الأشخاص من مياه الشرب وعلى الرغم من كل المعاناة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة لا تزال إسرائيل تحضر دخول الوقود بحجة أنه قد يقع في أيدي حماس التي يمكن أن تستخدمه في أغراض عسكرية كما يقول الجانب الإسرائيلي كل هذه التداعيات دفعت منظمات أممية والصليب الأحمر للتحذير من كارثة إنسانية في القطاع الذي يقتنه مليونان وثلاثمائة ألف نسمة وفيما أفدت أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن نحو مليون وخمسمائة ألف شخص نزحوا داخل غزة ويحتمي قرابة 800 ألف منهم في 154 مأوى تابع للأمم المتحدة وأظهر رصد الأمم المتحدة أن ما يقدر بنحو 200 ألف انتقلوا للجنوب منذ الخامس من نوفمبر مما أثار المخاوف من التكدس في الجنوب أما فيما يتعلق بالمجال الصحي فقد أعلنت وزارة أو المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة من داخل مستشفى الشفاء وفات 32 مريضا في الأيام الثلاثة الماضية من بينهم ثلاثة أطفال حدثي الولادة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يعتقد بوجود نحو 600 إلى 650 مريضا و200 إلى 500 من العاملين بالإضافة إلى 500 نازح في مستشفى الشفاء كما كشف المكتب الأممي بأن كل المستشفيات في شمال غزة خرجت عن الخدمة بسبب نقص الوقود والدواء باستثناء مستشفى واحد وهو المستشفى الأهلية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات